مساء الخير والأنور عليكم مشاهدينا الكرام اليوم في ديافتنا على قناة الشروق تيفي الفنان اللبناني سعد رمضان محر بيك سعد يا هلا فيك عصام وفي كل المشاهدين من تلفزيون شروق مرحبا بيك ونورت الجزائر هادي وقرأ المرة الخامسة تزور الجزائر صح؟ ايه تقريبا يالخامسة يالسيتسة مش مذكر بس انه اكتر من خمس مرات اكيد بصح هذه المرة كانت عندك فرصة اكتر باش تشوف مناطق في الجزائر واش شفت واش عجبك صح يعني الايام اللي قابلة اللي جيت فيها الزيارات اللي جيت فيها على الجزائر ايه كما كان عندي وقت ولا مرة شوف بس حفلات ايه حفلات كنا نعمل مهرجانات الاستقلال مثلا اربع مهرجانات باربعة ايام سوى نجي من الطيارة على المهرجان نرجع نطلع طيارة لمهرجان تانية نرجع اخر شيء على المهرجان تانية سو هالمرة لا هالمرة كان معي شوية وقت انه شوف فاك اكتر الجزائر رحت على مقام الشهيد اللي هو اصلا من زمان حابب كنت كنت زوره يعني ورحت عالداونتاون رحت على الحديقة حديقة تجارب جردان دي سي جردان دي سي ايه بالضبط وبالسيارة كنا مرئين بالتصوير صور شوفت اكتر من مطرح يعني ان شاء الله تكون عندك فرصة اخرى باش تزور اماليكين اكترفت زي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله محببك في اي وقت سعد قبل ما نبدو يعني نحكو عليك انت كفنان اني حب نعرف يعني سعد خارج الفن ولا من غير مجال الفن ايه شاك رائع بعيدا عن الفن بعيدا عن الفن ان انا حدا اللي ببيتابعني على السوشال ميديا بيعف ان ان انا كثير بيحب الرياضة وبقضي وقت كتير كبير بالرياضة بعتبر حياتي كلاتها عبارة عن عن شغل ورياضة ااااااااااااااااااا بأوقات كتير بكون عم بقرأ بحب الكثير القراءة كثير مؤخراً هادي بس بمرحلة كورونا قبل مرحلة كورونا ما كنت حب أبداً أقرأ بس بعد الكورونا فوائد دول إيجابيات الكورونا ايه اكزاكلي سو بعد الكورونا تعلقت كتير بالكتاب وبأنه واحد يقرأ دايماً بحب أتعلم إشياء سبور ومبراليل على الميوزيك كمان عندي بزنس طبعي بتركيا اللي هو بلو دايموند شركة ريال استيت للعقارات وهلأ عم نفتح بزنس كمان بدبي مخصو بأبليكيشن خاصة بالرياضة والأصاس سو بزنس ميوزيك وحياة اللي هي الرياضة والقراءة صح محادي وحياتك اللي حكيتنا اليوم انا حبي لنك نعرف حياتك شوية اللي عليها غموض للناس ما تعرفهاش والمحبية سعد ما يعرفوهاش عائلتك مع من عايش الجو كيفش جوز ياماتك مع الله فامي ديالك انا عايش واحدة صار لي اربع سنين او خمس سنين ببيتي يعني بس انا بعيد عن اهلي خمس دقايق بالسيارة يعني بنفس المنطقة نحنا بضيعة اللي هي ربيت فيها ببرجة يعني عايش واحدة بس قريب على اهلي كتير وكل يوم انا واهلي وبما انو انا عايش واحدة سو انا دايما بس ردي تغدى وتروى وتعشى بكون عند الوالدي يعني الله يطول بعمره سو مست كل يوم شوفهم لا اهلي بما انك رك عايش وحدك في الضغف لازم تجيب عروس للبيت عروسة؟ عروسة؟ بزاف انت قلنا يعني وشنو هي الصفات وانا نحوص لك وشنو هي الصفات؟ شوف لك الدني نصيب سبحان الله يعني انا بقول يمكن لو مش بالفن كنت تزوج انا عمري 24 و 25 سنة انا حدا كتير بحب الاستقرار كتير بحب العيلة كتير بحب الولاد انا عندي ضعف على الاططال يعني على الولاد بس سبحان الله هي نصيب يعني وما بتعرف اي مثل نصيب وكلش دايما انا بقول بالحياة كلش كرد الوقت ربنا سبحانه وتعالى رسم لكل شخص طريقه هذا هل بهذا الوقت هيتجوز هذا بهذا الوقت هينجح هذا بهذا الوقت هياه كلشي كرد اله طريق الزواج التقليدي ولا الزواج يعني عن حب؟ وش تختار؟ لا بفض الحب اكيد انا حدا بيحب الحب كتير وانا حدا الزواج لازم يكون عن حب لأنه الزواج اللي مش عن حب في وقته رح يرجع ينفصله هو أصلاً زواج عن حب عم ينفصله بالآخر فكيف إذا زواج من الأساس ما فيه بسحكين يعني يجزوا بتجربة يقول لك يعني اللي ما تزوجوش عن حب زواج تقليدي صار بنتهم يعني مودة ورحمة وحب أكثر هذه مش قاعدة هو لا شك لا شك أنه الحب مش كل شيء يعني كل واحده قسته دostاني هو الحب على فكرة عيسام الحب هو مش كل شيء بالحياة أنا 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 بعتبر أنو الحب هو جذء من العلاقة جذء من 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 أكثر من شغلة بالعلاقة يعني العلاقة لازم يكون في احترام لازم يكون في صدق تفاهم لازم يكون في حب تنازل لازم يكون في تنازل أكثر كذا شغلة هي مش بس الحب أنا أنا مراقب بحياتي ب قصة حب بس أحب بحكيك من زمان يعني كنت حبه كتير بس كنت الا لو ما بقى في بنات بالعالم كلها ما رح تجوز انا اياكي لسبب انه كنت حبه كحب بس ما كنا نتفاهم ده المشاكل كان فيه كذب كتير ما كان فيه ثقة سو رجعت صار تفكر فيه ان الحب هو ماشي انا شو بدي انا بالحب اذا كل هاي دي القصص المشاكل ومع مشاكل مش زابطة سو بنرجع لنفس القصة انه الحب مش كل شي بس الحب لازم يكون فيه موجود اكيد سعد انت عشت قصة حب لمدة سبع سنوات مع ابنت لا نشرب لك صح وانا بصحتك كما نقولو حنايا جوكرا علاقتك مع ابنت كانت لمدة سبع سنوات لكن نهاية كنت حزينة بعد بينا تقولي وش نوع السبب وثاني وش تعطي عنوان لهذا القصة يعني انا اولادي حكي كتير عن الموضوع والعالم كلها صارت تعرف الموضوع انا ما كنت حابب بقى تفوت بهالتفاصيل كنت كتير بوقتها بس واستعرف السوشال ميديا وتعرف الوقتها كنت كتير مبسوط وقلت انه انا بقصة حب وايك وصارنا يوم بعد يوم تتطور هاي دي الامور وصارت كتير انسأل عن هيدا الموضوع يعني كتير ناس عرفت عن هيدا الموضوع وكتير ناس تابعت هيدا الموضوع واللي هلأ بيسألوني عن هيدا القصة شو السبب اختلاف ديانات وما بدي كتير طول بالموضوع بس للاسف خلصت غاق يعني نحن نقول عنه باللبناني غس من عني يعني شو يعني غس من عني يعني مش بيرادة يعني ولا بيرادة طلق الا يعني بس الظروف انه الاهل اهله مش مش ما كانوا ابدا يعني كانوا رفضين الفكرة ابدا ابدا لانك فننه فقط لانك كانت من غير ديانة لانو غير ديانة لانو غير ديانة سو عشنا احلى قصة حب الحياة كلها شو عنوان هيدا القصة شو عنوان بابعرف انه بعتبر من اجمل قصة الحب اللي ممكن حدا ليعيشها ولا العظيمة وحية الله مش عم بالغ ولا عم بزيد الامور بس عم بحكيك عن تجربة انه اجمل قصة حب كان فيها احترام كان فيها مودة كان فيها صدق كان فيها ثقة وانه كل واحد كان عايش ببلد ولا يوم من الايام كان فيه غلط ولا يوم اوكي بصير في مشاكل بس ما فيه ازيه اهم شي اليوم لما بدك تحب شخص ما فيك تأزيه تتذكر اول لقاء بينك وبنا ايه تحت لعتوري فال مدينة العشاق تحت لعتوري فال لسبب واحد انه نحنا حكينا على التليفون قبل دللينا شيء اربع خمسة شهر تقريبا على التليفون نحكيه واخدنا قرار انه لانه هي عايشة بفرنسا اخدنا قرار انه نلتقى لاول مرة شخصة تحته لافعله يعني اخترتوا مكان الموعد ما شاء الله ناكست 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 كيراك تحكي عن الموضوع اني شفينيك مازال قلبك يدق لهذه الفتاة ما اشوف ما بدي احكي عن الموضوع هيدا هذا خلاص قصة حلوة كتير ما بندم علي ولا بيوم من الايام وبتمنيها هالقصة يعني عم بيحكي احداث القصة هيدا بتمنيها لأي اتنين بيحبوا بعض لانه برجع بقولك كانت قصة جدا جدا رايحة من هونيك ورايح الله يوفقها والله يوفقني وهيدا نصيب يعني ان شاء الله ساعد كي الناس يكونوا معك قبل الشهرة وكي الناس يكونوا معك بعد الشهرة شكون الاصدق منهم ما في قاعدة في اوقات في كتير ناس الحياة دايما بتعطيك فرص وبتعطيك اشخاص وبتعطيك ناس جديدة مش معناتها اذا بعد الشهرة التقات انا واشخاص وصاروا اصدقائي هيدا معناتها انه هن مش مناح اه في اشخاص كانوا بحياتي قبل الشهرة وفتت عالشهرة وضلوا معي فترة واكتشفت بعدين انه هن اشخاص مش مناح بحق وفي اشخاص لا اتعرفت عليهم من بعد الشهرة وكانوا كانوا مناح بحق وبيحبوني من قلبهم يعني وهيك سوما ما فيش هي مش مش هي هي يعني تعتمد على 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 شخصية اللي الصديق اللي بوجك لا شك لا شك انه اوقات الشهرة بتجيب لك اشخاص يمكن استغلاليين او شي بس هذه الحقيات مش بس بالشهرة باي مطرح بالحياة دفعت كم؟ بتلاقي الناس اللي منيحة والناس مش منيحة دفعت 8 شهرة او لا لا لا؟ اكيد دفعت 8 شهرة اكيد واشنه هو تم انتحه؟ كثير اشياء البرايفيسي الخصوصية مثلا هي شغلة من شغلات الوقت اوقات الوقت يعني كل شي كل شي سبحان الله يعني بس شوف انا الحمدلله بقول انا مبسوط جدا باللي انا وصلت له اليوم وانا حدا بيحب اللي عم بيعمل وبيحب الشي اللي عم بيعمل والحياة كل ايات على فكرة مش بس بالشهرة مش بس كفنان او مش بس كممثل او مش بس كواحد تحت الاضواء كل انسان اليوم بالحياة لا يربح شي بدي يخسر شي محلو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيك شي سبحان الله في مطرح تاني بياخد منه شي تاني هيد الحياة يعني وبدك تكون متأقلم بأي بأي دمان بالحياة صح سعد انت الناس يعني شافوك وعرفوك ببنامج جستال اكاديمي وكنت في نفس طبعا مع الفنانة الجزائرية امل بوشوشا كيفاش علاقتكم كين تواصل مكش تواصل علاش اصلا ما فكرتوش انك يعني تعملو ديو مع بعض شوف امل انا بالتأقى بس ملتأى بالصدف نكون مسلا اخر مرة التأت فيها ببيروت كنت بريستورون كنت بريستورون كنت ريب بريستورون هي وجوزة بس انه نلتأى دايما وكذا لا مش دايما صدقا يعني هي صار عندي حياتها والدمان اللي هي فيه وأنا عندي حياتي وشغلة وكذا وهي صار عندي عائلة وشغلة فالحياة بتبعد إلى حد ما أوقت بس يعني بحبة كتير الأمل شوفها نجحت أكتر في التمثيل وإلا في الغناء لو كان كملت في الغناء أحسن لا أكيد نجحت في التمثيل بشكل كتير كبير أكيد وإلى يعني أمل اليوم إلى مكان بالتمثيل كتير كبير سمعنا أنه كان أخبار راح ترجع ستار أكاديمي آه قالولي سمعت بهذه الأخبار أتمنى يعني بحب لأنه بروغرام حلو بروغرام مختلف من أول يوم نزل ستار أكاديمي ومن أول يوم نعرض ستار أكاديمي هو عن جد بروغرام كان ما بيشبه كل البروغرامات الغنائية اللي مرأت بتاريخ الموسيقى أو بتاريخ البرامج الغنائية التلفزيونية فأحب أن يكون موجود لازم يكون موجود ستار أكاديمي يعني يدخلوا المواهب والمشتركين اللي يكونوا في البرنامج يختارهم على جمال الصوت وأيضاً على الواسمة ديالهم يعني أنتايا مثلاً كما قولوا سعد شوف أنت تني وسمتك خدماتك يعني في البرنامج ولا حتى بعد البرنامج يعني في نجوميتك شوف أنا بقتنع أنه بالحياة كل ياتا المظهر هو شيء كتير منيح إمكان لفنان إمكان لمهندس إمكان لطبيب إمكان لأي حدد بالحياة المظهر هو شيء جداً مهم هيدا ربنا سبحانه وتعالى عطاقية بعتبر أنه الإنسان لازم يحافظ على هذا الموضوع ولازم يحافظ على شكله الإنسان أنا بعتبرها على فكرة لما واحد يحافظ على شكله بعتبرها جزء من النظافة يعني من نظافة الإنسان وبالفن تحديداً لأنه نحن بتعرف نحن كتير نطلع على التلفزيون ونحن إلى حد ما مثل مؤثرين بالجمهور اللي هو بيتابعنا يعني فحلو تأثر بالجمهور بشكل صح أنه والله بتعمل رياضة تهتم بشكلك تهتم بلبسك تهتم بحالك الفن أكيد والمغني تحديداً جزء من نجاحه كمان لازم يكون شكله يعني هو شوف هي باكنج يعني شكل اختيار صوت سقافة موسيقية زكاء يعني كله على بعضه برامج كشف المواهب في الوطن العربية كيين بزاف شكو نقول الفناني تشوفه يعني شارك في البرنامج وصار عنده اسم كبير ويعني يفرض نفسه في الصحة الفنية شوف ما بدي فوت بي لعبة الأسماء أنا لأنه مش عملي لعبة أسماء يعني يعني أنتاك مستمع اي بس قصدي يعني قصدي اليوم انت بتعرف اللي اللي فاتوا على برامج هواته وظهروا منه النجوم معروفين يعني ما بدلهم اتناني مش كامل مثلا مثلا ملح مزينة ملح مزينة ملح مزينة ملح مزينة اليوم من الأسامي الكثير كبيرة بالوطن العربي وفيه غيره كثير أكيد وعليش منشوفوش عندكم على سيرة ملح مزين هل منشوفوش يعني الجيلين يعملوا ديو يعني الجيل القديم على الجيل هذا ناقص عندكم مش عارف ما هي مش مش فكرة أنه لازم ينعمل هذا شيء فكرة كيف التائب يعني ممكن تائب بأوقات أنه تطير وممكن أوقات ما تطير غنائك بلهجات عربية هو حبا في الأغاني ولا تحب تستهدف جمهور أكبر من الوطن العربي شوف لا شك أنا ما بغني شيء ما بحبه هي أولا يعني أنا لغني شيء اللي يكون عم بحسه وإذا بتسمع الأغاني اللي بغني مثلا لما تسمع مازال مازال أو واش تسوى الدنيا بتحس أنه عن جد عم بغنيها من كل قلبي وعم بغنيها بهك من جواتي يعني لأنه حابب هيدا الموضوع أكيد ولا شك أنه أنا بحب بحب غني أكتر من لهجي يعني بحب هيك أجرب حالي بلهجات أكيد مش كل اللهجات تلبق لي بس بحب بحب أجرب القصص اللي هيك بحس أنه تلبق لي جمهورك يعني دايما حتى يعني يعني كي نزلنا صور ولا حتى شارك جمهورك أنك متواجد في الجزائر كامل حابين حفلات والأكتر حاب يسمع منك حاجة هكا أراي يعني أغنيتك الجزائرية فكرت بالموضوع أتمنى والله أتمنى أتمنى أنه أغني أغني رايت بس برجع بقلك حسب شو بسائب يعني يعني بعطيك مثال مثلا أنا والدتي بتغني ووالدتي أخذت لقب أم كلثوم لبنان ولحن لحلم بكر وعمار الشريعة فوقت عملت الديو أنا والدتي اسمه دينئم وبي لبنان تقريبا نكسر الأرض الديو كنت رايح عند سليم عساف الملحن والشاعر رايح أسمع أغني مخصة بيعيد الأم فهو بيقل لي قال لي دخلك أنت مش الوالدة بتغني لطولهم بلا قال لي لي لش ما بتعمل ديو أنتو إياها قلت له عندك كلام هيك حلو قال لي أنا أنا حابب كتير أكتب عن الأم وعملناها وسيقبت بالصدفة أنا ما بخطط للأشياء بترك الأشياء تيجي هيك سبونتانير كيف؟ بس أتمنى أنه قريبا جدا أعمل شيء رائعي كيف الفكرة هكا؟ يعني كيف حاجاتك توجد له أولا؟ الفكرة هو الأكتر شيء أنه أنه كون ديو مع حدا جزائري مش بس لحالي أنا يعني كون ديو مع حدا جزائري يعني كين حاجاتك توجد؟ إن شاء الله إن شاء الله صح سعد سعد ولا فنان خينا أقوله وآخر يعمل كوفر لفنان من نفس جيله حاجة يعني صح ولا غلط مش غلط لا مش غلط ما أعتبره غلط أنا يعني أشوف الأجانب بيغنوا لبعض وقت هذا حتى أنا بأدر مثلا بمصر شغلة كثير بحبة لما تشوف هالفنانين كلهم عم بيدعموا بعض أوقات مثلا بيغنوا لبعض بيغني هايدي الغنية لأ مش ضروري كاكفر يعني مثلا والله مثلا بيحفلي وغنيه له غنية لإله مش غلط ليش لا أعطني واحدة من طقوسك تديرها قبل ما تطلع للمصرح الطقوسة أنا بأعطيك شغلة هايدي مش كدير ناس تتعرفها عني أنه أنا بيكون لدرجة لدرجة أنه ما باكل طوله نهار بالنهار اللي هو بكون وبقضي نهاري كله ياته نيم 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 بس نيم لأنه بس مؤخرا صرت أعمل سبور بنفس اليوم اللي بيكون عندي فيه حفلي قبل ما كنت أعمل كنت ريح حالي كتير هلأ صرت فيق الصبح أعمل غياضة وبيبلش استرس طوله نهار لكن طلعت على المصرح بعد ما انزل على المصرح بصير أكل 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 بصير بدي أكل كتير لأنه كنت طوله نهار على استرس ما عم بكل ساعة الدراني حيب تقول لي موقف عشته سواء كنت فوق المصرح ولا في الكواليس ولا كنت برا يعني مع المعجبين والمعجبات حاجها كما توقعت هاش وصارت لك تخبرك شغلي عندني أنه أنا حدا كتير بينسى يعني أكيد صار عندي مواقف كتير قبل المصرح وبعد المصرح وكذا بس صفكم صفكم ما بتذكر يعني بيكون والله العظيم عندي عندي إياها مشكلة كتير كبيرة يعني قصة الزاكرة عندي إياها مشكلة كتير كبيرة بسواء ما بعرفة هلا بشوف إذا لآخر المقابلة تذكرت شي بخبرك الآن ساعة رمضان يقبل يكون في رجل التحكيم لكشف المواهب في كشف برنامج لاش لا أكيد وتشوف أي فنان يقدر ولا لازم تكون يعني عكومة عندي مسيح أصدق عني ولا أصدق عن أي فنان لا عنك أنت أنا أتمنى لاش لا أكيد لأنه أنا حدا بحب الموسيقى وبحب ودرست ميوزيك أنا درست 12 سنة بيانو ورجعت فتت على الجامعة كان عمري 29 سنة وأخذت لسانس بالميوزيكولوجي لذا أنا دارس هذا الموضوع وبعرف كثير منه مع الخبرة اللي هي 14-15 سنة بمجال الفن لذا أكيد ممكن بقدركم باللجنة أكيد لاشاك شكوين تشوفوا يعني واحد من وجهة التحكيم بالبرامج نجح في التحكيم في اسمه في يعني محافظ الألقاب أكيد قاظم الساهر صابر رباعي عندك مثلا حسين الجسمي كارول سميحة يعني من الأشخاص اللي راغب عليني كمان يعني وأحلام كذا حدا يعني عم فوت بالأسامة تقريبا أغلبيتهم يعني كمان أصالة هؤل الأشخاص عندهم تاريخ كثير كبير يعني بغض النظر عن الميوزيك بس اليوم الخبرة كمان كثير مهمة صح سعد خلال يعني توجدك احنا في الجزائر وأنا كنت معاك وشفت علاقتك مع مدير أعمالك ويسام المولى اللي ما شاء الله بطاشن سنة عشرتكم شو محسودين على هد العشرة إن شاء الله قول لي وش يميز يعني بصمة ويسام ولوش لي خلى هد تعامل التاعك يكون بهد المدة الكبيرة معها بدك ورا الكاميرا ولا ورا الكاميرا نبعرف ورا الكاميرا أنت بتعرف شوف لا شك بصير في وجهات نظر مختلفة جدا يعني بين ويسام وهي دا شي نورمال يعني آآ ما في تنام بالحياة بيكون عقلن على بعض مية بالمية سو فيه أوقات بتلاقي آآ منتفق على أشياء فيه أوقات ما منتلاقي ما منتفق أشياء اللي بيعرفونا قريب بيقولوا عن جدكي ببعتكن انت وانت وياه مع بعض صاركن أربعة عشر سنة ما منتفق على شيء تقريبا بس بالآخر بنوصل لنتيجة إنه اتناناتنا بدنا نفس الهدف عنا نفس الهدف آآ بلشنا أنا ويسام من السفر وفشلنا كثير ونجحنا كثير إذا فشلت أنا يعني فشل وسام وإذا نجحت أنا يعني نجح وسام والعكس صحيح أهم شي بكل هيدا بهايدا اللي بينوا بين وسام هو السقة هيدا أهم شي وهي هيدا السقة عمية بكل شي عم بعملوا اليوم بحياتي واليوم وسام مش إنه مدير أعمالي أكتر ما هو صرت أنا جزء من عائلته هو جزء من عائلتي يعني سعد مؤخرا بعد ما شو سمعنا أغنية إليسا وسعد المجرد اللي هي من أول دقيقة كي ناس بزاف قالوا بلي أنه اللحن تاعك من أغنية شو محسودين انت وش ردك على هاد الموضوع وتاني إذا تشوف يعني مين داك يكون تورط أفكار يعني متلا ملحن يعمل أغنية ملحن تاني يعمل نفس الأغنية أنا حكيت عن الموضوع قبل وسألت كثير وكذا هو لا شك اليوم يعني مهنيتي بتقول أنه لازم واحد يحكي الصدق يعني لشك أنه اللحنان بيشبهه بعض بشكل كتير كبير عم بحكيك أنا من حدا أنا درست موسيقى وبعرف اللحنان بيشبهه كتير بعض بس أنا بأكد لك مية بالمية أنه لا سعد ولا قليسة قاصدين أنه يكون فيه تجهابه أو هذا اليوم بتصير كتير واليوم بيصير فيه توارض أفكار بشكل كتير كبير مش بالضرورة يكون الواحد قاصد أنه ياخد هيدا اللحن أو شيء لأنه أنا بعتبر أنه الواحد اليوم لما بده ياخد لحن متل ما هو بعتبره هيدا يعني بعتبر غباء يعني لأنه بالآخر العالم حتنتبه يعني سو أنا أنا دايما بصف النية يعني بقول أنه لأ بيكون فيه توارض أفكار وأنا عندي أغاني أصلا أورادي لقلي يمكن عندك أغنية أو اتنان بيشبهه أغاني تانية مش معناه أنه نحن قصدنا نسرة بس هيدا حتى هيدا مش بس عايامنا حتى عايام عبدالوهاب وحتى عايام المدارس الكبيرة الفنية كم بيكون فيه توارض أفكار متواصلت معك الفنانة إليسا ولا الفنانة سعد؟ لا 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 متواصلت معك؟ مع أنه سعد صديقي كثير كثير وكذا والتآينة وكذا بس ما بنحكيش على الموضوع لأنه ما بعتبره بسرعة غيرك ما شفنا يعني مقال نزل في واحد الجرائد في واحد المواقع قالوا بلي أنه سعد رمضان صرح وقال إليسا سرقت الحمي على فكرة هيدا شفت مبارح المقال أنا وديقتي كثير لأنه بعتبر أنه هيدا منة مهنية والصحافي منة هاك لما حدا يجي يقول عن لسانك شيء أنت مش قيله أنا ولا مرة قلت أنه إليسا سرقت اللحن أو سعد سرقت اللحن أو الموزع ولا مرة قلت هذا الموضوع وما بقوله أصلا بس بزعل على أوقات في صحافة بتلاقيه هو أصلا بقوله للصحافة الصفرة اللي هو بتنشر إشاعات بس مجرد أنه أنت لحتى تفوت على اللينك وتشوف الخبر بس أنا أبدا ما بحط ما بقول أنه صار في سرقة أنا بقول فيه توارد أفكار وبقول الإنسان يصفي ميته وما حدا بيأخذ من ضرب حدا لا سعد أخذ مني ولا أنا أخذت منه كل الإنسان عنده رزقته بهذه الحياة ربنا سبحانه وتعالى عصام كاتب لك رزقتك لو بده يكون فيه 500 غنية مثل غنيتك إذا ربنا بده ينجح هذا الغنية رح تنجح هذا الغنية لو فيه 500 واحدة مثلك وإذا ربنا ما بده ينجح هذا الغنية ما رح تنجح هذا الغنية سعدنا بيأخذوا الأغنية بس يتنكروا لي البرامج من عالم الغناء والكليبات ممكن يشوفوا يساعد في عالم التمثيل ويدخل ممكن ممكن وإن عرض علي كتير بطولات مسلسلات بلبنان وش من هي الأعمال تعرضت لما تعرضتش؟ تعرضت بس ما بدي أحكي عنا بالذات لأنه عرضت يعني بس اللي بأكد لك منه أنه اللي أنا رفضت لأنه ما حسيت أن هالفرصة الكبيرة صراحة يعني ما فيها البروداكشن الكبير ما فيها الممثلين الكتير كبير اليوم لما بدي أقوم بخطوة التمثيل أنا اليوم لازم يكون في حدا يسندني مثل ما بقوله اللي هو ممثلين لما يكون قاعد بوجهك ممثل مخضرن بيعطيك منه بالآخر وبيعطيك بيعطيك فوش بيعطيك فوش بيشألك مثل ما بقوله كل اللي انعرضوا علي المسلسلات ما كانوا هالمسلسلات اللي حسن رح يضيفوا لمسيرتي بالعكس كنت حسن رح يضيعوا لي وقت أكثر ما هو رح يضيفوا لي يعني فهذا ما مفت فيه صحة الدور اللي راك حابوه تشوف أنه يوالي مساعد الدور حابوه ما بعرف لأنه أنا ما قمت بولى تجربة التمثيل بحياتي يعني اللي وكان أنا نقدر نديره مش عارب ما بعرف أنا حداً على فكرة يعني لا تكون ديبلوماسي سعد أنا حداً شوف أنا حداً عملت يعني اللي هي بالكليبات وبكذا عملت تجربة التمثيل اللي هي صغيرة شوية صغيرة بحس أنه أنا أي شي بيكون على طبيعي وعلى طبيعته بحس ببرع فيه لأنه أنا حداً شخص مش كثير بحب التصنع يعني وما بحبش كثير الأصص اللي هي إن الواحد يمثل بالحياة وأنا أنا حداً ما بيمثل حتى بالحياة يعني حتى على الكاميرا حتى ما بمثل أنا بتشوفني متل ما بتشوفني على على الطبيعة بتعرفني بتشوفني على تليفيزيون سعد رانيحاي بتعطي نيدوكا تلت أسماء فنانات عربية تحب تكون معهم في عمل ممثلات يعني ممثلات سيرين عبد النور بالوجه لا تحية مؤخراً تعرفت على سيرين أنا نحب أعمال سيرين سيرين بتجنن حبيبة قلبي سيرين بتشبهني سيرين كثير بحسة يعني بحسة سيرين عادي عادي ولا تهدد صوتي مش ملح ماذا؟ بحسة سيرين بحسة سيرين سيرين عبد النور بحبه كثير شكران مرتجة بموت علي شكران تحية لشكران دليدة خليل بحبها بالنحية يمكن يعني في كثير أصدقاء لي أنا بالوسط سعد الفنان هو ابن البيئة دياله صح يعني مثل أي واحد يعني شعبي في الوطن تاعه بصح الفنان تشوفه تاني لازم ولا مجبور ولا لازم يبعد على الأراء السياسية إذا بتسألني هيدا السؤال قبل الانتخابات بكون ردة أنه أنه قال إنسان فيه تكون عنده أراء سياسية بالآخر إنسان مواطن والإنسان عنده رأيه عفوا الفنان عنده رأيه بس بعد الانتخابات اكتشفت أنه الفنان عن جد لازم ما يتدخل بالسياسية أبدا وهذا اللي صار علش وش اللي خلاك تقول لك فالانتخابات للأسف كثير تضيقت من الانتخابات بلبنان أنا لأنه رجع الشعب تقريباً ستين بالمية من الشعب انتخب نفس الأشخاص اللي صارنا ثلاثين سنة عم نعاني منهم اللي وصلنا لهون فرجعت قلت خلص قلت ما بقى بدي أدخل بالسياسة خلينا عم بشتغل ميوزيك أنا بالآخر عندي جمهور من كل الطواقف عندي جمهور من كل الأرائز اللي عندهم أرائق سياسية كل إنسان عن حر برأيه بس أنا برأيي الفنان صدقاً ما لازم بقى ما الأبنة ما لازم تدخل بالسياسة أو عن تجربة على فكرة كل اللي فاتوا بأرائق سياسية خسروا كيرا هو أصلاً الشخص اللي بيكون ما خصوا بالسياسة أو بيكون بأي وسط بالحياة وبيفوت على السياسة بيخسر تقبلت تكون وزير ثقافة؟ ما بدي يكون لو وزير ولا بدي كنت قبل إذا بتسألني قبل عبقلك إذا بتسألني قبل بقلك آه هلأ ما بدي يكون أنا بدي يكون فنان العالم كله بتحبه بقدم فن بشتغل بيزنس بنجح هيدا اللي بدي إيه ما بدي يفوت بشي خاص بالسياسة السادة لمضان شرف لي أنك كنت ضيفي شكراً عصام وكانت فرصة سعيدة لأني عرفتك كفنان وأيضاً كشخص في الكواليس تلاقينا وتعرفنا على بعض إن شاء الله نلتقى في فرص أخرى محببك في الجزائر في أي وقت شكراً عصام وإنت حداً بستهل كل خير وإنت حداً كثير وستهل تصل أكثر وأكثر وإن شاء الله شكراً لك شكراً لك مشاهدنا يا كرام هكذا كان لقائنا الخاص مع الفنان ساعة رمضان إن شاء الله يكون نرد على كل الأسئلة اللي حبيتوا تعرفوها عليه انتلقوا في مواعيد أخرى مع السلامة